اهلا بحضراتكم مرة تانية بالتأكيد كلنا تبعنا مبارح الزيارة التاريخية اللي أنبيها رئيس كوريا الجنوبية سيد مونجي إن لمص واللي بتعتبر الأولى من 16 سنة تم عقد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكوري الجنوبي تناولت التعاون والتنسيق في مختلف القضايا سواء بقى السياسية الاقتصادية مشاريع كمان المطروحة لتنفذها مستقبلا والحيان التجربة الكورية هي تجربة مهمة جدا ورائدة بالنسبة لبلد كانت حتى الخمسينات وبداية السينات لسه بتحاول نية وخلونا نتكلم عن التجربة الكورية التعاون المصري الكوري مع ضفنا لأساس جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي ونائب مدير تحرير مجلة أكتوبر يا أساس جمال أهلا بيك أهلا بحضراتكم وصباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السيدة يا أهلا بسيادتك منورنا طبعا مما لا شك فيه طبعا بنتكلم في زيارة مهمة بنتكلم في أول رئيس كوري جنوبي يزور مصر من 16 سنة بنتكلم في محطاته كانت السعودية والإمارات واختار مصر وبنتكلم في مؤتمر صحفي مهم جدا تم عقده عزيزي نتكلم عن كل التفاصيل لكن إنعكاسات الزيارة دي على مصر هتكون عن ماذا في الحقيقة يمكن بدايةا لازم نشير أن مصر تحركت منذ عام 2014 بشكل المتازن في سياسات الخارجية واتجهت كما اتجهت إلى القرار الأفريقية والمنطقة العربية وأيضا الغرب اتجهت أيضا إلى الشرق ورأينا جولة أسيوية كانت مهمة جدا أحد نتائجها ما شاهدناه أمس من زيارة لسيد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى القاهرة وبالتالي هذا الحراكة الدبلوماسي المصري المتنوع والمتازن بنحصد نتائجه الآن على الداخل عشان دائما المواطن بيسأل هو إي نتاج الحراكة الخارجية الاقتصادية والاستثمارية العائدة على داخل المصري هذه الزيارة بالفعل زيارة مهمة للغاية كما حركت فضلت وذكرت هي أول زيارة رئيس كوري جنوبي منذ 16 سنة هناك اهتمام مصري بتوطيد العلاقات المصرية الكورية الجنوبية ظهر مع عام 2014 بالتحديد السيد الرئيس وجدناه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى هامش الاجتماعات عقد قمة مع القادة الكوريين في عام 2014 وفي عام 2018 إذن كان هناك قمتين وأيضا السيد الرئيس ذهب إلى سول في عام 2016 إذن ثلاثة والآن نحن نتحدث عن قمة رابعة في القاهرة زخم كبير جدا على مستوى القادة تبعه أيضا حراك على مستوى المسؤولين كانت نتائجه اقتصاديا كبيرة جدا منتكلم على أكثر من 2 مليار دولار حجم التبادل التجاري ما بين مصر وكوريا الجنوبية منتكلم على محفظة لها علاقة بالتمويل التنموي 400 مليون دولار وأكثر ولكن الآن كمان هناك اتفاق تم توقيعه بالأمس بقيمة مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية فحنا كده نتكلم على أكثر من مليار ونص حصيلة يعني التمويل التنموي في الداخل المصري من الجانب الكوري أيضا نتكلم على حجم استثمارات كوريا جنوبية في الداخل المصري يتخطى 800 مليون دولار أرقام وباللغة الأرقام زي ما دائما نتكلم لا لغة الأرقام بتقول أن فعلا هذه التفاهمات السياسية وهذا التناغم السياسي وهذه الإرادة السياسية التي طورت العلاقات مع كوريا الجنوبية انعكست بالإجابة على الداخل المصري كتدفق استثماري كشركات كوريا جنوبية عاملة في الداخل المصري كتبادل تجاري كغيرها من الأمور الاقتصادية وأيضا حتى على صعيد التعاون الأمني والعسكري وجدنا حضور بارز لأشركات الكوريا الجنوبية في معرض ومؤتمر إيدكس لصناعات العسكرية العام الماضي وسيد الرئيس استقبل حتى وزير الدفاع الكوري الجنوبي العام الماضي وأيضا استقبل رئيس الجمعية الوطنية الكورية التي هي توازي البولمان المصري إذن هناك تميز كبير جدا أعتقد أن هذا الحراك المصري الكوري الجنوبي مهم للغاية خصوصا نحن نتكلم على تجربتين في الشرق إذا جاز التعبير ممكن نقول النمور الشرقية يعني هذا النمر الأسيوي الشرقي أيضا وهذا النمر الشرق أوساطي وهو مصر أيضا لهم تجربة فريدة وهنا دايما نقدر كنا نتكلم عليها فكرة أنك اصنع تجربتك استفيد بالتجارب الأخرى زي ما مصر بتعمل الآن مصر منفتحة على التجربة الأسيوية منفتحة على التجربة الغربية الأفريقية العربية منفتحة على كل التجارب استفاد منها ولكن في الآخر وفق الديمغرافية المصرية وفق الطابع المصري بتكون التجربة عشان كده سيد رئيس مبارح تكلم على التجربة الكورية وإنها كانت تجربة مميزة ومصر عاوزت تستفيد منها وبالفعل مصر أيضا لديها تجربة مميزة وبالتالي هنا صناعة التجارب والاستفادة من هذه التجارب التي هي صعدت بصناعة محلية واستفادة عالمية وبالتالي نحن أمام بالفعل زيارة تاريخية وعوائدها سواء اقتصاديا أو سياسيا عظيما للغاية ونحن نتكلم عن العوائد السياسية والاقتصادية ومصر داخل على قمة المناخ كاب 27 في نوفمبر المقبل ومسألة مبارح كان في حديث عن مشروعات في سيارات متعلقة بالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة اهتمام كوريا الجنوبية بهذه المشروعات دلوقتي مع تجاه العالم كله لمسألة تغير المناخ مصر عندها عمل دقوة تجاه ما يتعلق بالطاقة النظيفة حتى لم نكتفي بأننا أنتجنا الكهرباء ولكن أنتجنا 20% من هذه الكهرباء من خلال طاقة نظيفة إذن مصر مهتمة بهذا المجال وكوريا الجنوبية طبعا لديها تكنولوجيا واسعة النطاق في هذا المجال سواء على سيارات الكهربائية أو إنتاج الطاقة أو غيرها من الأمور مصر بتقدم نموذج للعالم وهي تستضيف كوب 27 المؤتمر الإطاري لتغيراته من الخيات تابعة للأمم المتحدة هذا العام بتقدم أيضا نموذج ليست فقط مجرد استضافة لهذا المؤتمر ولكن أنا أعتقد أن مصر تريد أن تقدم نفسها للعالم كنموذج من القرى الأفريقية والمنطقة العربية لديه بالفعل تجربة في الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة رائدة في الإقليم وبالتالي هي بتستعين طوال الوقت بيئة الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة وأيضا بتوطن هذه التكنولوجيات ودين نقطة مهمة جدا سواء في تعاون مصر مع كوريا الجنوبية أو مع أي مختلف الدول الأخرى مصر دائما توطن التكنولوجيا توطن الخبرات في الداخل المصر وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المجال في العمل ما بين مصر وكوريا الجنوبية سوف يشهد تقدم خلال الفترة القادمة مخصوصا أن مصر لديها رغبة وبتعمل بالفعل على داو لدينا الآن خطط لهذا الأمر في فكرة إنتاج سيارة كهربائية وغيرها من الأمور وبالتالي الاستفادة بخبرات الشريك الكوري أعتقد أنها سوف تكون لها مساحة كبيرة في الفترة القادمة بالفعل أعتقد كمان أحساس جمال أنه العملاق الكوري لما يهتم بزيادة استثماراته في مصر في رسائل لباقي دول العالم كوريا بتزود استثماراتها في مصر مصر أرض جاذبة لاستثمارات بتأكيد يمكن هنا فيه رسالتين مهمين الرسالة الأولى زي ما حرج بتقول عندما تأتي كوريا الجنوبية هذا العملاق بالفعل الاقتصادي الشرق أوساطي الذي لديه الآن إمكانيات هائلة اقتصادية ويريد أن يدعم هذه الاستثمارات الخاصة به في الداخل المصري بل بيناميها وبيضاعفها يعني لما بنتكلم على 400 مليون الأول تمويل تنموي والآن بنتكلم على مليار إذن هناك مضاعفة لحجم هذه الاستثمارات وبالتالي دي رغبة قوية جدا من الشريك دي رسالة مهمة جدا وبتجعل هناك أيضا تنفسية على الداخل المصري الجميع الآن سوف يأتي للإستثمار خاصة من هذه النقطة المهمة جدا للغاية الرسالة الأخرى يمكن بعد إعلان سول كمان اختيار القاهرة لشريك استراتيجي للتعاون الإمائي في منطقة الشرق الأوسط من 2021 إلى 2025 بالضبط هذه نقطة مهمة لأنها اخترت مصر استثناءا عن كافة دول الإقليم كشريك استراتيجي تنموي فعلا في هذه الخمس سنوات ودي أيضا إشارة مهمة جدا ولكن الإشارة دي مش بس لها أبعاد على الصعيد المصري وعلى الدخل المصري ولكن لها أيضا أبعاد على النطاق الإقليمي لأن هنا بنتكلم وهنا أخذ من كلام حتى رئيس كوريا الجنوبية حينما تحدث أن مصر دولة مركزية هنا كوريا الجنوبية مش بتنظر الاستثماراتها في الداخل المصري أنها سوف تعود على الداخل المصري فقط ولكن أيضا سوف تعود بالنفع على النطاق الإفريقي وهذه نقطة في غاية الأهمية كوريا الجنوبية تريد أن تعبر إلى أفريقيا وإلى السوق الأفريقية والشرق أوسطية من خلال نقطة ارتكاز مهمة جدا وهي الدولة المصرية طب ليه كوريا الجنوبية اخترت مصر؟ لأن مصر حققت نجاح في الداخل مصر أصبحت لديها بنية لوجستية مهمة جدا بنكلم على حجم كبير جدا من الموانئ والطرق وأيضا الربط البري مع دول الجوار بنكلم على ربط البري مع السودان أيضا مشروع زي القاهرة كيبتاون بنكلم على ربط كهربائي وغيرها من المشروعات اللي خلت مصر بالفعل الهب في المنطقة أو يعني المركز الإقليمي مش بس حتى نعم نحن الآن مركز الإقليمي للطاقة ولكن أيضا حتى للنقل وللوجستيات وبنكلم على تحالفات زي مصر اليونيان قبرص مصر الأردن العراق وطبعا هذا بخلاف علاقات مصر المتزنة سياسيا اللي بتجعل أيضا حتى المستثمر وهو جاي آمن لأن مصر رفعت الغطاء السياسي عن العلاقات الاقتصادية يعني ما فيش هنا نوع أنواع استغلال العلاقات الاقتصادية في التناحرات السياسية مصر دائما شريك في الإقليم لترسيخ السلم والأمن وبالتالي هنا مصر شريك آمن لأي من الشركاء الدوليين وبالتالي هنا كوريا تريد أن تعبر من خلال الجسر المصري الآمن للقارة الأفريقية وللمنطقة العربية عشان كده هنا سؤال ليه هذا الزخم في العلاقات مش بس تدفق الاستثمارات لأن الآن مصر بالفعل حقاقت نجاح للداخل وحقاقت أيضا نجاح لقاراتها الأفريقية وأعتقد أن دائما مصر بتستثمر هذا النجاح للأشقاء في أفريقيا عشان كده السيد الرئيسي مبارح تحدث بوضوح أن الشراكة ما بين الشركات المصرية والشركات الكورية الجنوبية في الشق المتعلق بالبنية التحتية في القارة الأفريقية من الممكن أن ينشط تقدما وده نقطة مهمة لأن الشريك الأسياوي دائما عندما يأتي إلى القارة الأفريقية هو بيبحث عن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والمشروعات التنموية وبالتالي مصر طبعا من خلال شركاتها العملاقة ومشروعاتها العظيمة في القارة الأفريقية بنتكلم على سد في تنزانيا بنتكلم على مشروعات كبيرة جدا في جنوب السودان وغيرها من النطقات الجغرافية وبالتالي مصر لديها شركات بالفعل عاملة وكوريا الجنوبية أيضا من الممكن أن تساهم من خلال شركتها وبالتالي هذه أيضا مساهمة بناءة من خلال الدولة المصرية والشراكة التي تحدثها الدولة المصرية مع الشركاء الدولية عظيم حضرتك كلمت في نقطة مهمة جدا وهي الأمان بالنسبة للمستثمر أعتقد أن مصر خلال الفترة اللي فاتت وفرت بيئة أمانة للمستثمر المستثمر هو جاي جاي زي ما حضرتك قلت مش عايز غطاء سياسي على استثماراته وده أعتقد أن ده موجود عندنا وكمان خايف لقدر الله لو ما كملش الخروج الآمن بالنسبة للمستثمر ده مهم جدا وبرضو مصر مؤفرة الكلام ده نتيجة ده إيه أن احنا عندنا استثمارات وإحنا طبعا بنتكلم عن استثمارات من دول كتيرة جدا لكن دلوقتي بنتكلم عن كوريا أنت عندك هنا استثمارات في كل القطاعات في البنية التحتية في القطارات سيارات عندك شركات موجودة هنا للسيارات بتصنع وبتكتف عليها صنع في مصر عندك شركات كمان للهواتف المحمولة فالاستثمارات بتزيد وفي قطاعات مختلفة كمان وده المهم أكيد نتكلم عن 800 مليون دولار وبتكلم عن عدد كبير من الشركات يعني ربما يصل لخمسين شركة أو أكثر وبالتالي أيضا هناك نفاذ لهذه السلع مش بس في الداخل المصر لا ده تصدير يعني كوريا الجنوبية بتصدر من خلال مصر تحت شعار صنع في مصر وكوريا الجنوبية لمختلف الدول العالم وزي ما حالك قلت سواء في قطاع السيارات في قطاع التكنولوجيا والسلع التكنولوجية وغيرها من الأمور واعتقد أن دي فرص عمل وكلها فرص للتشغيل وزي ما كنا بنشوف دائما حتى اللا مركزية في هذه المصانع يعني مصر دائما بتحاول أن توسع من خريطة الاستثمار بتلاقي مصانع بتنشأ في قليم في الصعيد في وجه بحري توزيع أيضا هذه الخريطة مهم جدا أصبحت هذه الاستثمارات أيضا موزعة بسواء كوريا الجنوبية أو غيرها من التنفقات الاستثمارية الخارجية أصبحت موزعة على مختلف لأنه دي تنمية للمحافظات بالضبط وبالتالي كل ده عوائد داخلية ممكن حراك هنا بتشير للنقطة أنا فعلا الكلامت فيها لأنها مهمة جدا وحراك بتأكد عليها فكرة العوائد على الداخل يجب أن ننظر لهذا الحراك السياسي والديبلوماسي أنه دوما ما يعود على النفع في الداخل اقتصاديا على المواطن المصري بشكل مباشر كفرص عمل كسلع كأيضا فرص تشغيلية وغيرها من الأمور وبالتالي أنا أعتقد أن كوريا الجنوبية شريك مهم جدا والميزة كمان في هذا الشريك أنه يوطن الخبرة ومن خلال طبعا الإرادة المصريية التي تريد طوال الوقت توطين الخبرات وتوطين التكنولوجيا ومصر تستفيد جدا من هذه التكنولوجيات خصوصا كمان فيه هناك مجلات أيضا منفتحة جديدة زي ما كان سيد الرئيس المبارح بيتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة ونقل التكنولوجيا إلى هذه العاصمة ويمكن الرئيس الكوريا حتى في المجلس الأعمال المشترك ما بين مصر وكوريا الجنوبية أشار أيضا لهمية العاصمة الإدارية الجديدة وتحدث عنها بشكل في الحقيقة يعني مبعث فخر لنا جميعا أن يتحدث أيضا حتى الشركاء الدوليين الآن عن العاصمة الإدارية بهذا الأسلوب المشرف نقول أننا بالفعل نمضي على الطريق الصحيح مجالات العمل كثيرة جدا ولكن أيضا لولا الإرادة السياسية وتوافر الإرادة السياسية من مصر وكوريا ودعم هذا الحراك الاقتصادي وهذا الحراك التنموي سياسيا ودعمه بزيارات وإتصالات مكسفة لم يكن اللي يحدث وبالتالي أيضا توفر الإرادة السياسية والحراك المصري الدبلوماسي المتزم منذ عام 2014 في الحقيقة لفضل كبير جدا وأيضا ساهم في هذا العلاقات المستقرة ما بين مصر وكوريا يمكن هذا أيضا شق آخر مصر وكوريا منذ قديم الأزل بينهم علاقات متزنة لغاية نتكلم على إعلان القاهرة الذي خرج بعد الحرب العالمية الثانية من القاهرة ودعم استقلال كوريا وبالتالي هناك كمان بعد تاريخي دائما طوال الوقت رغم البعض الجغرافي ما بيننا لكن كان إعلان القاهرة يعني عن استقلال كوريا الجنوبية من القاهرة عايزة أرجع محضراتك لمسألة التعليم والاهتمام بالتعليم والتعاون الثاني في ما يخص مجال التعليم نتكلم عن كلية لأطاقة والتكنولوجيا حتكون موجودة تابعة لجامعة باني سويف كلية كورية مصرية ويمكن هنا واحدة منتكلم عن مصنع زي سامسون مثلا موجود ما بين القاهرة وباني سويف وكم فرص العمل بتتوفر في هذا المصنع والخبرات اللي بتسقل بيها من يعمل فيه سامسون لو حيك تكلمنا أكتر عن هذا الموضوع يمكن ده بفعلا أنا كنت يعني حاب لنا أشير إليه فكرة التوزيع الجغرافي يعني شف حالك قلتي باني سويف ده مهم جدا أن بالفعل أصبحت الآن حتى الاستثمارات المتضفقة يعني تستهدف نقاط لم تكن مستهدفة من قبل يعني لم تكن من قبل هذه النقاط الجغرافية المهمة في الدولة المصرية مستهدفة من الاستثمار الخارجي وده بيأكد أن المصر أصبحت لديها خريطة استثمار يعني كمان معنية بمصلحة المواطن المصر بالتأكيد توطين هذه الصناعات وعلشان كده يمكن الطرق وإحنا دايما بنكلم عن مسألة الطرق المستثمر اللي جاي من بره يحط فلوس في باني سويف أو في المنوفية أو في أي محافظة بعيدة عن القاهرة لازم يكون فيه طرق ممهدة وتكون يعني أمنة علشان المستثمر ده يكون مطمئن أنه حيروح يستثمر في الحتة دي وده الإجابة ليه كنت بتعمله كل الطرق دي ليه بتعمله كل الكباري دي ليه بتعمله كل المشروعات في مجال الطرق والكباري هذه الإجابة بدون نقل بدون بنية تحتية تضمن للمستثمر نقل بضائعه من أي نطاق داخل الدولة المصرية لأي من الموانئ أو أي من المحافظات الأخرى لن يأتي وبالتالي هذه الشرايين التي يعني وضعتها الدولة المصرية في الجسد المصري من خلال هذه الطرق أنا أعتقد أن هي بالطبع كانت عنصر جذب جدا للمستثمر الأجنبي وبالتأكيد يمكن هذه المصانع المهمة فيها أن هي وطنة التكنولوجيا جعلت أيضا من العمالة المصرية عمالة ماهيرة حرج بتكلمها على معاهد أيضا فنية وبالتالي هنا فكرة التعلم ونقل التعليم يمكن بنجد ده حاضر مش بس في التجربة الكورية الجنوبية حينما ذهب السيد الرئيس إلى اليابان استحضر التجربة من اليابان خاصة بالتعليم الأساسي حينما ذهب السيد الرئيس إلى ألمانيا وجدنا التعليم الفني يشهد طفرة في الداخل المصري والسيد الرئيس استجلب التجربة الألمانية في هذا المجال وبالتالي أيضا كوريا الجنوبية مصر بتستحضر التجربة التي لها علاقة بالتعليم التقني والتكنولوجي من كوريا الجنوبية هنا الاستفادة من الخبرات ليست فقط فكرة الاستهلاك ليست فكرة مجرد إنشاء مشروعات وقتية ولكن استدامة هذه الاستفادة التي تحصدها مصر من هذه العلاقات الدولية وبالتالي هناك أجيال يتم تأسسها في مشروع الضبعة هناك الآن مدرسة خاصة لتعليم الأجيال القادمة هذه التكنولوجيا وبالتالي استدامة هذه الاستفادة أنا أعتقد أنها استراتيجية مصرية بعيدة المدى لخلق أجيال قادمة تستطيع أن تحافظ على التجربة المصرية التي بدأت منذ أعام 2014 ومستمرة حتى تصعب مصر مصاف الدول الصعيدة كل ده دكتور ناتج عن سياسة متزنة من الدولتين وبنتكلم عن السياسة الخارجية فيه توافق سياسي إنعكس على كل هذه القطاعات يعني بنتكلم عن سياسة إحلال السلام في العالم كله وده نهج مصر وفي نفس الوقت برضو نهج كوريا الجنوبية ممكن بزلت مهجب كبير جدا في إحلال السلام في شبل الجزيرة الكورية وأيضا في العلاقات ما بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية فالعلاقات السياسية المتزنة هي اللي صنعت هذا الفرق أكيد لو لا الاتزان في العلاقات السياسية ولولا التوافق والتناغم السياسي ما بين مصر وكوريا ما كان هذا ليحدث هناك كمان طبيعة عمل سياسي ربما متفقة ما بين الدولتين الجميع في مصر وفي كوريا الجنوبية يسعى نحو السلام نحو ترسيخ الاستقرار المواقف متزنة تماما تجاه القضايا الدولية هناك اتفاق تجاه الكثير من القضايا الإقليمية فيما يتعلق بالقضايا المهمة في المحيط الخاص بالشرق الأوسط كل هذه التفاهمات انطبعت على جودة العلاقات أيضا مصر دائما لديها رؤية متزنة وسعية لترسيخ السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية تدعو دائما للحوار وترسيخ السلام وترسيخ الاستقرار والإعلاء من مبادئ التعايش والإنسانية وغيرها من الأمور كلها مبادئ سامية الجانب الكوري الجنوبي أيضا بيسعى إليها والجانب المصري طوال الوقت بيسعى إليها وبيروج لها وبيعمل من أجلها وبالتالي هذا الاتفاق وهذا التناغم السياسي الموجود ما بين القاهرة وصول أنا أعتقد أنه هو الآن بينطبع على الشراكة الشاملة التي تتجي إليها الدولتين نحن نتحدث عن نقلة نوعية في العلاقات ما بين القاهرة وصول تتجي نحو الشراكة الشاملة وهنا حينما نتحدث عن الشراكة الشاملة هذه الشراكة أيضا لم تكن لتحدث إلا لو كان هناك اتفاق سياسي وتناغم سياسي طيب أستاذ جمالي مبارح كان فيه اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الكوري أهم مخرجات هذا الاجتماع أنا أعتقد أن ما استمعنا إليه بالأمس يؤكد على الرغبة المصرية الكورية الجنوبية لزيادة التعاون على الصعيد الاقتصادي هناك طبعا مجالات كما استعرضنا كثيرة جدا وكمان أمامنا أفاق أكثر للتعاون ولكن كلمة رئيس كوريا في هذه المائدة كانت بها خاتمة معبرة جدا عن الرغبة المشتركة هو أتحدث أن نمسك بأيادنا بعضنا البعض ونشد على أيادنا ونمضي إلى المستقبل وأمامنا المزيد من الفرص أنا أعتقد هذا يدل أننا لم نكتفي بما حدث من تطور العلاقات ولكن هناك المزيد وهذه الرغبة المتوفرة من كوريا الجنوبية بالتأكيد يقابلها رغبة مصرية لزيادة هذا التعاون وبالتالي أنا أعتقد أن الفترة المقبلة خصوصا مع اختيار كوريا الجنوبية لمصر كمحطة استثنائية في زيارتها مع السعودية ومع الإمارات يعني هذه التجارب الاقتصادية التنموية المستقرة الآن يؤكد هذه النقطة وبالتالي ما استمعنا إليه في المجلس الأعمال الخاص بمصر وكوريا الجنوبية بالأمس يؤكد أننا أمام طفرة وأمام نقلة جديدة في المستقبل القريب ما بين الدولتين شكرا جزيلا لك يا فهي شرفتنا ونورتنا للسؤس جمال رائف الكاتب والمحل السياسي ونائب مدير تحرير مجالة أكتوبر شكرا لك شكرا لحضراتكم وكنت سعيد جدا معاكم وانا في صباح الخرية مصر شكرا لك يا صدق المشاهدي شكرا لك يا صدق المشاهدي كده مشاهدينا فلصة حلقاتنا معاكم النهاردة كنا معاكم على مدار 3 ساعات أنا وليندا وشازلي وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وجمعة مباركة على حضراتكم جميعا